إذن سؤال اليوم متعلق بسوق السيارات وأيضا بقانون المالية قانون المالية 2018 جاء بزيادات في أسعار البنزين والوقود خلال كثير من الجزائرين يتوجه نحو السرغاز وسؤال اليوم يقول هل تعتقد أن السرغاز هو البديل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود؟ هل تعتقد أن السرغاز هو الحل الذي سنواجه به ارتفاع أسعار الوقود؟ ننتظر إجابتكم وتعليقاتكم على صفحة شروق نيوز على الفيسبوك وأفضل التعليقات نعرضوها في فقرة كومنتر في نهاية البرنامج لنهار اليوم نحن متواصلين معكم فاصل ونحود